هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كتاب التربية الإسلامية للصف العاشر الجزء الثاني الدرس السابع التصور الإيماني في الإسلام من صفحة 34 حتى صفحة 38 بعث الله تعالى الأنبياء والرسل بدين الإسلام الذي يقدم تصورا مميزا وواضحا عن الله تعالى وعن الكون والإنسان والحياة ليعيش الإنسان في حياته سعيدا كريما مطمئنا ويفوز برضوان الله تعالى يوم القيامة وفيما يأتي توضيح هذا التصور الإيماني أولا التصور الإيماني عن الله تعالى أساس التصور الإيماني في الإسلام هو الإيمان بوجود الله عز وجل ووحدانيته وأنه خالق الكون وكل ما فيه من إنسان وحيوان ونبات وجماد وأنه تعالى متصفا بصفات الكمال وله الأسماء الحسنى الدالة على عظمته فعلى الإنسان أن يتوجه إليه وحده بالعبادة وأن يطيعه في كل شؤون حياته ويستطيع العقل بما حباه الله تعالى من قدرات أن يدرك حقيقة وجوده سبحانه وتعالى وذلك عن طريق التدبر والتفكر في هذا الكون فيتوصل إلى الإيمان بالله تعالى وأنه خالق هذا الكون قال تعالى في سورة آل عمران الآية 190 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب صدق الله العظيم والعقل يدرك أيضا وحدانية الله تعالى لأنه لو كان هناك أكثر من إله لفسد الكون يقول تعالى في سورة الأنبياء الآيتان 21 و22 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا صدق الله العظيم ومما يستطبع ذلك الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال تعالى في سورة البقرة الآية 285 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله صدق الله العظيم أبين موقف اتجاه مسائل الإيمان التي ترسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من دون دليل ثانيا التصور الإيماني عن الكون خلق الله تعالى الكون لغاية وأهداف محددة وسخر هذا الكون بكل ما فيه للإنسان ليتمكن من أداء وظيفته بوصفه خليفة لله في إعمار الأرض قال تعالى في سورة الجاثية الآية الثالثة عشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وبالنظر والتفكر في مخلوقات الله الكونية تزداد معارف الإنسان الكونية وتتسع مداركه إذ يستفيد من كل ما في الكون لصالح البشرية ويستخدم أساليب التقنية الحديثة للاستفادة مما سخره الله تعالى له لتوفير أمنه وغذائه وراحته معلومة إثرائية لا تعارض بين الحقائق الإيمانية والحقائق العلمية أقرأ وأستخرج أرجع إلى سورة الغاشية في القرآن الكريم وأستخرج منها الآيات التي تحث على التفكر والتدبر فيما خلقه الله تعالى ثالثا التصور الإيماني عن الإنسان عرف الله تعالى الإنسان بأصل خلقته ونشأته حتى لا ينسى نفسه فيطغى ويتكبر قال الله تعالى في سورة السجدة الآيات من سبعة حتى تسعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم وقد كرم الله تعالى الإنسان إذ خلقه في أحسن تقويم وفضله على سائر المخلوقات قال تعالى في سورة الإسراء الآية السبعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق الله العظيم فعليه أن يعبد الله سبحانه وحده فكل المخلوقات مسخرة له ومخلوقة من أجله والإنسان في نظر الإسلام مخلوق متميز عن سائر المخلوقات بما أوضع الله فيه من قدرة على التمييز بين الخير والشر وبما خلق فيه من إرادة فالإدراك والإرادة هما أساس المسئولية فهو حر في أن يختار الخير أو الشر إذ يحاسب على نتيجة اختياره في الدنيا والآخرة قال الله تعالى في سورة الأنعام الآية خمسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم وقد دع الإسلام إلى احترام العقل وحرية التفكير والإبداع ووقف موقفا حازما ضد كل ما يستخف بعقل الإنسان مثل السحر والشعوذة والخرافات وينتج عن ذلك أن الإنسان في نظر الإسلام إيجابي فهو يؤثر فيما يحيط به وهو يسعى إلى تطوير المجتمعات البشرية ودفعها إلى الانطلاق والإبداع وهو يزيل كل العقبات التي تحول دون تحقيق الخير للبشرية والإنسان ينظر إلى نفسه نظرة وسطية واعتدال لا إفراط ولا تفريط فيها فيوازن بين متطلبات الدنيا والآخرة ويعتني بالجانبين المادي والروحي فلا يطغى أحدهما على الآخر قال تعالى في سورة القصة الآية 77 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم رابعا التصور الإيماني عن الحياة الحياة في التصور الإسلامي أوسع من الحياة الدنيا فهي تبدأ من لحظة الولادة إلى الموت وهي الحياة الدنيا ثم المرحلة الثانية وهي الحياة البرزخية أو القبر ثم المرحلة الثالثة وهي الحياة الآخرة بعد البعث والنشور وهي حياة ممتدة لا تنتهي أبدا وأخطر هذه المراحل الحياة الدنيا إذ على أساسها وفضوها تكون حياة الإنسان في الآخرة وتقوم الحياة الدنيا في نظر الإسلام على الشعور بالمسؤولية بما يتناسب مع استخلاف الإنسان في الأرض وما منحه الله تعالى من العقل والإدراك وهي دار امتحان وابتلاء للإنسان لتحقيق عبودية الله تعالى في الأرض فالمسلم يستمتع بها من دون أن تلهيه عن القيام بمسؤوليته إذ يوازن فيها بين جانب المسؤولية وجانب المتعة من دون أن يطهى أحدهما على الآخر قال الله تعالى في سورة الأعراف الآية 32 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم والحياة الدنيا طريق الآخرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها وواجب المسلم فيها أن يقوم بدوره ومسؤولياته في إعمارها وإصلاحها وتهيئتها لسعادة البشرية وفق منهج الإسلام أتعاون وأبين أتعاون مع مجموعة وأبين أثر إيماني بأن الحياة الدنيا طريق الآخرة في سلوكي القيم المستفادة من الدرس أعتز بإيماني وإسلامي أكون معتدلاً ومتوازناً في تصرفاتي أحرص على عمارة الأرض وفق شرع الله تعالى يمكنك أن تضيف قيمة مستفادة من الدرس وصلنا إلى الأسئلة صفحة 38 أولاً وضح حقيقة التصور الإيماني عن الله تعالى ثانياً نظمت حقائق الإيماني شؤون حياة الإنسان ووازنت بينها بصورة معتدلة وضح ذلك ثالثاً خامساً أذكر دلالة النصوص الشرعية الآتية ألف قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم با؟ قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون صدق الله العظيم جيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها سادسا ضع إشارة صح بجانب العبارات الصحيحة وإشارة خطأ بجانب العبارات غير الصحيحة فيما يأتي ألف يستطيع العقل وحده توضيح الحقائق الغيبية صح أم خطأ با دع الإسلام والاحترام العقل وحرية التفكير والإبداء صح أم خطأ جيم الكون مسخر لصالح الإنسان فلا يجوز استعمال التقنية الحديثة لتدمير الإنسانية أو إفساد الكون انتهى الدرس السابع ترجمة نانسي قنقر